السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا وقلوا لكم مرحبا بكم في قناة شوبر دي زيد اليوم الحصة تعنا وين المدرب المنتخب المغربي البسني واحد يعني وين تحدث عن الجزائر لأحد الصحف الفرسية قبل يومين يعني وين تفاجأ فاجأة هذا المدرب رأى عندكم ورا يقصر معا لقجاة يقصر معا هو ما قالش هو قال صاحبه ما قالش الشعب المغربي اللي يحتافل معنا من يجبنا كاس إفريقيا يعني احتافلوا معنا من روحنا الدوزيام تول كوب ديموند يعني شجعونا يعني يوقفوا معنا الشعب المغربي الشقيقة الشعب 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 اللي يعرف الحقيقة وين وكفوا معنا ضربة تاعة مصر في 2010 ميكانو طايحين علينا وين وكفوا معنا الشعب يعني على الشعب أمكانهم غارب هنا يا في الجزائر خاوتنا وناكلوا معاهم وياكلوا معنا نشروع ليهم يشروع لينا نتعاملوا معاهم يتعاملوا معنا نورمال مكانوالو تروح الأوروبا تصيبوا معايشين ماعون واحد مغرف واحدة مشي واحد مشي جوجي عايات لي يقول لي شو بي ردد شوك يقول لي هولا مغربي هذا خويا أنا اللي يكونوا في رحبة أنا خدموا في رحبة الزوفرية في رحبة في الخارج يعني ماانيش على الشعب أنا كي نهدر ماانيش على الشعب يعني نهدر على المخزن الخابيث وذوك العملاء لي حوسوا يعبدوا بنادم نخلي يا ربي هذا العملاء نحن ماانيش على للشعب أنا والله مااني الشعب أنا واحد من الناس نقولها ونعاودها نقارع كالشه نهار يحلونا الحدود نقولها ونعاودها أنا جزائري ونتحمل مسؤوليتها نتمنى كالشه نهار نحلو نحلو الحدود مع خاوتنا الشعب عندما يتغير هذا النظام التاحب النظام خابيث النظام ضد الأمة العربية مشي الشعب الشعب خاوتنا احنا يا هذا وعند الناس سيبورتي اللي تسموها الراجع يعني لليوم انتبع أخبار راجع لليوم عندي قال أخبار تعال الراجع منعشق بالراجع تانمود صح حاجة واحدة هذا المخزن تاحهم دالوا حاجة اللي ما حاجة اللي تفاجأنا وما بغيناش ما بغيناش على الشعب تاحهم ما بغيناش على خاوتنا المغاربة هذا مكان ما بغيناش على خاوتنا المغاربة حاجة أخرى ما تهمنيش معاهم أنا ما بغيناش على الشعب المغربي يعني المخزن وين دار إيهانة للشعب المغربي المسلم هذه هي هذه الحقيقة لا يوجد شيء في قلبي لا يوجد شيء في قلبي ويقول لهم هذا الانترينير يجمعه مع نقجة يجمعه مع الإدارة يجمعه مع الصحافة قال لهم لماذا يكره المنتخب الجزائري قال لهم لماذا يكره المنتخب الجزائري لكن اليوم أتهمت عليه لا أعرف سبب كره الصحافة والمسؤولين المغاربة للمنتخب الجزائري دائما ما أتلقى انتقادات لا دعا من الصحافة المغربية عندما أتحدث عن قوة المنتخب الجزائري لا أعلم ما هو السبب أنا أقول لحقيقة دائما وسوف أبقى محافظ عن مبادئي نشهد لهذا حالي له يعني راجل بمعنى الكلمة قالوا الكلمة يقولها في الوجه قلنا لكم من هاليجا يقضبكم قلنا لكم روحوا معاه ومشوا معاه في طريقة إلا بايت نجحوا إلا بايت نجحوا ومشوا معاه في طريقة خلوه يخدم نحن أخدم منا فارق وطني من نقطة السفر يعني الإدارة اللي كانت في القمة وزاد انترينير وينصاف كل وسائل العمل متاحة له وينخدم أعليز وخدم يعني منتخب ليران نظروك في القمة خدمه من نقطة السفر خلال لمساتيها جاء جامعة بالماضي الحمد لله يا ربي في العرب كيف يتعامل مع اللعبة أنا ماجر ماجر في هذا المكان سيكتب أكبر يقول وفي كل ذلك لقد قلت لك ماجر قال لك يا ماجر الدراجة لا تمشيش لطاق وسواجد الراريج تتواجد الراريج قلت لك قلت لك تحياتك سيأخذ سيأخذ لم يعد ورواح في اله مغلط عندما أعرف كيف يمشي معهم أعرف كيف يموطي بلعب أعرف كيف يتكلم معهم أعرف كيف ينشحهم عنده أعرف كل شيء أعرف مادر يصفي إحساباته مادر كان على الأول ضد مبونحي ضد في غولي كان ضدهم أعرف أنه مزوج يدخل محرز يدخل محرز 38 دقيقة يقارع المحرز كانوا يوجدوا فيها باغين يستمعوا محرز يقولون لغم أنه أنه ضد محرز وخرج الإعلام الخابث ضد يضرب بيد من حديد شكاين طرد واحد في ذلك العام 2016 كان أحسن لعاب في إنجليز وأحسن لعاب في إفريقيا تنمو الغابات على الناس وين طردوا هذا اللعاب وين أقلهم أنا أقول الحقيقة دائماً وسوف أبقى محافظ عن مبادئي أقولها وأكررها المنتخب الجزائري هو الأفضل إفريقياً وعربياً ولا مجال للنقاش في ذلك المنتخب الجزائري قادر على هزيمة أقوى المنتخبات الأوروبية كما نقول لكم نحن قادرين نحن كوا يديرون على ما يديرون أن نلعبوا مع مكاليفكاسو جوية البريزيل نكاليفه يديرون أن نلعبوا مكاليفكاسو قاطر والمكلاسية برومي في القروفة كما يديرون الإسلامي والطز والكف والركلة والإسماوات وماذا نقول لكم حالي لومي قال المنتخب الجزائري قادر على هزيمة أقوى منتخبات أوروبية لا شيء غالط لا شيء غالط لا شيء غالط لا شيء غالط مباركة نحن نحن نقاط نحن 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 في جنوبكس هذا مكان أجنب بيطة بجنوبكس ومتع بيطة بجنوبكس بعد سنوات فتحق شخص نحن نحن نتصال نحن نتصال نحن نتصال هذا مكان حتى أخذ أخرى من الكاش وإن قالوا سلسلة للهزيمة للمنتخب تزيري مذهلة وبإمكانهم تحطيم الرقم الإيطالي لو يلعبون بعض المباريات الودية ضد منتخبات آسيوية سيصلون إلى مباراة الستين دون هزيمة هذه اللي بدأ راني نهدر فيها راني اللي بدأ نهدر فيها لابا لكم كلمة شعر عنا لابا لكم اشجابهم نهدر في حلق الأطفال سأخبرون 2 كامل وقت مع المسادendi في حد فيها فاتكرer 3كام ونهدر 13 حك Supreme شايف 7 احضر أخرج 2 منожалуйста 39 أخرج القرن في Rocket سيساعة على المارس سيأتي في فنال ستجد تلعب في المارس عندك سحوات المارس تلعب مارس أمريكا سحوات المارس سحوات المارس ستة وربعين سحوات المارس ماذا جيدة لنا جيدة جيدة كان أرواح بالبارود في بيكارابيلا نقول لهم بيكارابيلا نربحوا بريزيل يتلعب مع تونس سوف يجب بريزيل تلعب معك انتاك كبير انتظروا النابو انتظروا الارجنتين مع المغرب انتظروا الارجنتين ليس مع تونس انتظروا الارجن انتظروا الارجن انتظروا الارجن من انتظروا الارجن ويمان بكارابيلا وفينك في السيف يعني لديك الاقل الاقل لديك ستة ستة سبعة ستتتكلم عند الستين هذه هي اليوم وفي الأخير ختم كلامه متحدث عن زياش وقال أنا مدرب صربي ولا أحب لعبين مغارب الذين يرون أنفسهم أكبر من المنتخب قالوا أنا مدرب صارم ولا أحب لعبين مغارب الذين يرون أنفسهم أكبر من المنتخب لو كان زياش يمتلك أخلاق صالح وانضيبات محرز لما استبدأت كما بعد تهش هذه هي